السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله بالنسبة للسؤال بتاع أخونا اللي بيقول حيالبوية أو الورنيش ممكن ياخدوا وقت قد إيه لحد ما ينشفوا أو أقدر أتعامل معاهم لو برش من غير كبينة يعني من غير سخن السؤال كده تمام زيال فل واضح وكل حاجة طيب بالنسبة للسؤال دون احنا ان شاء الله نقول لك على بردك نصحتين كده تمشي عليهم أدام انت بترش من غير كبينة طيب تشتغل بمصلبات سريعة شركات دهنات السيارات بتكون عاملة مصلبات سريعة وفي حاجة اسمها ورنشات شديدة اللي هي الـ HS بردو تشتغل بيها بحيث اللي انت أغلبية شغلك كده أدام انت شغل بردك كبينة يعني بتسحق وبتلمع الورنيش وكده فتشتغل بورنيشات HS تبقى شديدة وبالنسبة انت لما بتجي ترش العربية كاملة بترشها كلها مثلا ورنيش هتيجي بعد يوم او يومين تسحقها وتلمعها وهكذا بتبقى الامور الحمد لله زي الفل اللي عاوزين نأكد عليه هنا ايه بقى المرمات ايه اللي مقصود بالمرمات اللي هو السبيت ريبير لو انت مثلا بترش مرمى في الباب لون ورنيش على قد وكده هو ده لازم ياخد وقت او درجة حرارة اكتر من كامل العربية علشان خاطر ده بيكون ضعيف فده لما تيجي تصنفره واتلمعه بيكون اضعف من انك لو كنت رشت الباب كله ورنيش يعني انت لو رشت الباب كله لو خدت ده لون مثلا او كله لون وكله ورنيش وجيت تصنفرته ولمعته امره بيبقى اسهل من انك تعمل حرف ورنيش وتسيحه بتنم رمات وتصنفر ده وتلمع حرف الورنيش ده الباب لو خدت كله ورنيش عشان تصنفره وتلمعه ممكن تاني يوم تصنفره وتلمعه انما حرف الورنيش الضعيف اللي في الاسبوت ريبير ده محتاج درجة حرارة بالهيطر علشان خاطر يتصنفر وعشان خاطر تعرف تلمع فيه او تصنفر وتلمع فيه وما يجريش او محتاج يقعد على اقل يومين ثلاثة عربية ليه بيكون اضعف من ان هو يكون الباب كله مقفول بالورنيش تمام كده فانت ادام بتشتغل برك كبينة ننصحك بكل شركات دهنات السيارات بتكون عاملة منتجات مصلباتها سريعة او سريعة الجفاف تشتغل بيها تجيب مصلبات سريعة للمنتجات حسب النشرات الفنية وتشتغل بورنيشات الاتش اس اللي هي في معظمها بيشتغل بدون تنر بتكلزوجاتها جديدة علشان خطر تستحمل معاك السحق والتلميع وهكذا تمام كده طيب نجي بقى بالنسبة للموضوع هي بتاخد قد ايه بتاخد وقت قد ايه سواء هي برك كبينة او جوك كبينة ده اللي بيحددها الشركة المصنعة كل شركة دهنات سيارات بتكون عاملة المنتج ايه دي علبة مثلا الفيلر اهي بتكون عاملة حاجة اسمها فيلر سريع وفيلر بطيء اللي مقصود بالفيلر السريع هنا اللي هو الاكرالي كتو كي محدش يفهم الفيلر السريع اللي هو الوان كي اللي ما بيخدش مصلب لا احنا نقصد بالفيلر هنا الفيلر السريع هي بتكون عاملة لك علبة فيلر اهي بتقول لك علبة الفيلر دي بيكون لها علبتان مصلب علبة مصلب سريع وعلبة مصلب بطيء لو اضيف المصلب السريع هتنشف بعد مثلا ساعة وتصنفر حتى لو من غير سوخم وعلبة المصلب البطيء يقولك ايه دي هتضيفها عليه هتنشف بعد 12 ساعة ولكن بشكل عام بيكون في ظهر العلبة بتلاقي مكتوب بيقولك الفيلر ده او اللون ده او الورنيش ده بينشف بعد درجة بعد ساعتين مثلا لو عرضتوا لدرجة حرارة يعني ايه يقولك الورنيش اللي انت هترشه ده هينشف على حاجتين اللي انت تصنفر وتلمع بعد يا اما 12 ساعة او 20 ساعة بدون سخنة او بدون كابينة يقولك رشه وعلشان خاطر تبدأ تتعامل معايا تصنفر وتلمعه بالصنفر 2000 مثلا لازم تستنى 12 ساعة او 20 ساعة حسب النشرة الفنية للمنتج وتلمك تبعي نفس العل بيقولك ايه لو عاوز تصنفر وتلمع في ساعتها يبقى يقولك ايه تدخلو كابينة سخنة اتعرضوا لدرجة حرارة 70 مثلا عند 45 دقيقة يعني يقولك يا اما ينشب بعد 20 ساعة عشان تنسحق وتلمع او ياخد 45 دقيقة مثلا تحت درجة حرارة من ستين لسبعين فالفايصل في المشكلة دي في الكصة دي انه هو ينشف بعد قد ايه دي اللي بيحددها المنتج ولكن اللي تكون عارفوا ان البيات بتاعة العربيات او اي بيات مؤاظم شركات دهانات السيارات او كل شركات دهانات السيارات بتكون عاملة حسابها ان فيه ناس ما عندهاش كباين بتكون عاملة لها المنتجات دي اللي هي المنتجات سريعة الجفاف وكل ده بيكون 2K اكريليك معادة طبعا البيس كوت اللي هي طبقة اللون المطفية المتاليك اللي فوق منه الورنيش البيس كوت ده مش اكريليك ده 1K بويا الاكريليك بيكون في الورنيش يعني الورنيش اكريليك زي الفيلر الاكريليك زي البويا السادة الاكريليك قدام بياخد مصلب تمام فالقصة ديا هي يعني ما لهاش قاعدة القاعدة بتاعتها هي النشرة الفنية للمنتج ولكن بشكل عام لو هتدخل حرارة ممكن بعد 45 دقيقة تبدأ اللي انت تسحق وتلمع لو مش هتعرضها الحرارة المقصود بالحرارة اللي هي الكبينة درجة حرارة 70 لو مش هتعرضها الحرارة بتكون لازم تستنى لتاني يوم علشان تصنفر وتلمع الورنيش او تستخدم المصلبات السريعة حسب النشرات الفنية للمنتجات بشكل عام برضو الدهنات دي كلها عمتا الجفاف الكل بتاعها اللي بيحصل ما بيكونش بعد 12 او 20 ساعة ده لازم تاخد لها تقريبا 150 ساعة لمتين ساعة او من 100 ساعة لمتين ساعة حسب المنتج ده الجفاف مش اللي هو تستنى عليه علشان خاطر تصنفر وتلمع لا انت بتصنفر وتلمع زي النشر الفنية عادي ولكن التصلب الحقيقي اللي بيحصل للمادة ده في الغالب بيكون عند من 100 ساعة لمتين ساعة حسب برضك نوع المنتج ولكن الكلام ده يعني بيكون كيمياء شوية اللي بيكون عارفينه الجماعة اللي هم مصنعين المادة ولكن هو بيقول لك ابدأ اللي انت صنفر الفيلر او صنفر ورنيش او اه ولما عند الاثناشر ساعة او الخامسة واربين دي او الثلاثين دي ايه عند درجة الحرارة هكذا لكن عمتا اللي ننصحك به تشتغل بالمنتجات السريعة كل شركة درنات عاملة منتجات سريعة للجماعة اللي هم محتاجين يعملوا شغل سريع او ما عندهمش كبين مثلا وننصحك انك تشتغل بالورنيش الاتش اس يكون شديد برضك مصلبات سريعة وفي المرمات انتبه للنقطة اللي لسه ايلين عليها ديا يارب الفيديو يكون سهل ومفيد واللي عنده اي اضافة يسيبها لاخواته في التعليقات ما تنسوناش في الدعاء رجالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته